السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذه الحصة التي نتناول فيها نشاطا يتعلق بالهندسة في الفضاء والذي يهدف إلى حساب المسافة بين نقطة ومستقيم في الفضاء حيث نوظف معادلة مستوي والمسافة بين نقطة ومستوي وكذا مبرهنة في طاغورس ها هو نص النشاط أمامكم الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس O, E, G, K نعتبر النقطة A ذات الإحداثيات نقص 1, 1, 3 والمستقيم دلتا ذو التمثيل الوسيطي X يساوي 1 زي 2T Y يساوي 2 نقص T Z يساوي 2 زي 2T حيث T عدد حقيقي نسمي D المسافة بين النقطة A والمستقيم دلتا P هو المستوي الذي يشمل النقطة A ويعامد المستقيم دلتا نسمي كالمسقط العمودي للنقطة A على المستقيم دلتا الجزء الأول الجزء الأول ألف أكتب معادلة للمستوي P با تحقق أن النقطة B ذات الإحداثيات 1, 2, 2 تنتمي إلى المستقيم دلتا جيم أحسب المسافة بين النقطة B والمستوي P دال أحسب الطول AB ثم استنتج المسافة D الجزء الثاني ألف تحقق أن النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم دلتا با عين إحداثيات النقطة K ثم أوجد D بطريقة أخرى الآن نشرع في حل النشاط الجزء الأول الفرع ألف يطلب منا كتابة معادلة للمستوي P بما أن الجملة X يساوي 1 زائد 2T Y يساوي 2 نقص T Z يساوي 2 زائد 2T هي تمتيل وسيطي للمستقيم دلتا فإن الشعاء ذو المركبات 2 ناقص 1 2 شعاء توجيه له ولدينا دلتا يعامد المستوي P إذن الشعاء ذو المركبات 2 ناقص 1 2 ناظمي عليه أي ناظمي على المستوي P تكون عندئذ معادلة المستوي P من الشكل 2X ناقص Y زائد 2Z زائد AM يساوي 0 حيث AM عدد حقيقي ولإيجاد قيمة AM نستعمل إحداثيات النقطة A بما أن النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 1 3 نقطة من المستوي P فإن إحداثياتها تحقق معادلة P أي 2 في ناقص 1 ناقص 1 زائد 2 في 3 زائد AM يساوي 0 وبحل المعادلة نجد AM يساوي ناقص 3 أي معادلة المستوي P هي 2X ناقص Y زائد 2Z ناقص 3 يساوي 0 الجزء التحقق من أن النقطة B تنتمي إلى المستقيم دلتا تذكر عزيزي الطالب أنه إذا كانت دلتا هو المستقيم دو التمثيل الوسيطي X يساوي X0 زائد ألفة T Y يساوي Y0 زائد بيطة T Z يساوي Z0 زائد غاما T فإن النقطة M1 ذات الإحداثيات X1 Y1 Z1 تنتمي إلى المستقيم دلتا هذا يعني أن الجملة X1 يساوي X0 زائد ألفة T Y1 يساوي Y0 زائد بيطة T Z1 يساوي Z0 زائد غاما T تقبل حلاً وحيداً T لدينا المستقيم دلتا تمثيله الوسيطي X يساوي 1 زائد 2T Y يساوي 2 ناقص T Z يساوي 2 زائد 2T وإحداثيات النقطة B 1 2 2 بتعويض إحداثيات النقطة B في الجملة نجد 1 يساوي 1 زائد 2T 2 يساوي 2 زائد ناقص T 2 يساوي 2 زائد 2T وبحل الجملة نجد T يساوي 0 وهو الحل الوحيد للجملة S إذن النقطة B ذات الإحداثيات 1 2 2 تنتمي إلى المستقيم دلتا السؤال G يطلب مننا حساب المسافة بين النقطة B والمستوي P تذكر عزيزي الطالب المسافة بين نقطة ومستقيم فإذا كانت إحداثيات النقطة B X0 Y0 Z0 ومعادلة المستوي P AX زائد BY ZZ زائد D يساوي 0 فإن المسافة بين النقطة B والمستوي P تساوي القيمة المطلقة ل AX0 زائد BY0 زائد Z0 زائد D على الجدر التربيعي ل A مربع زائد B مربع زائد C مربع نذكر أن معادلة المستوي P هي 2X نقص Y زائد 2Z نقص 3 يساوي 0 وإحداثيات النقطة B هي 1 2 2 إذن المسافة بين النقطة B والمستوي P هي القيمة المطلقة ل 2 1 2 2 2 2 2 3 3 على الجدر التربيعي ل 4 1 4 ويساوي القيمة المطلقة ل 2 2 2 4 3 على الجدر التربيعي 4 1 4 أي يساوي 1 على 3 السؤال دال يطلب مننا حساب الطول AB لدينا إحداثيات النقطة A هي نقص 1 1 3 وإحداثيات النقطة B 1 2 2 ولدينا المسافة AB تساوي الجدر التربيعي XB نقص XA مربع زائد YB نقص YA مربع زائد ZB نقص ZA مربع وبتعويض إحداثيات AB نجد AB تساوي الجدر التربيعي ل 1 زائد 1 مربع زائد 2 نقص 1 مربع زائد 2 نقص 3 مربع بالحساب نجد AB يساوي جدر 6 السؤال الذي يليه يطلب مننا حساب المسافة D أي المسافة A K لدينا المساوي P يشمل النقطة A وعمودي على المساقيم دلتا في النقطة K كما هو موضح في الشكل إذن يكون المتلة A K B قائم في K إذن حسب المبرهنة في طاغورس AB مربع يساوي K مربع زائد K مربع علماً أن K A يساوي D إذن D يساوي الجدر التربيعي ل AB مربع ناقص K مربع وبالتعويض نجد D يساوي جدر التربيعي ل 6 ناقص 1 على 9 ويساوي جدر 53 على 3 الجزء الثاني السؤال ألف يطلب منا التحقق من أن النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم دلتا بتعويض إحذاتيات النقطة A في الجملة نجد ناقص 1 يساوي 1 زائد 2 1 يساوي 2 ناقص 3 يساوي 2 زائد 2 T وبحل جملة نجد من المعادلة 1 T يساوي ناقص 1 معادلة 2 T يساوي 1 والمعادلة 3 T يساوي نصف بما أنه لا يمكن أن يكون ل T أن يساوي ناقص 1 و 1 و نصف في آن 1 نستنتج أن الجملة S فتحة لا تقبل حلا وبالتالي النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم دلتا السؤال يطلب منا تعيين إحداثيات النقطة K وإيجاد المسافة D بطريقة أخرى نسمي إحداثيات النقطة K X K Y Z K وبالتالي تكون مركبات شعاع A K هي X K ناقص X A أي زائد 1 Y K ناقص Y A أي ناقص 1 Z K ناقص Z A أي ناقص 3 لدينا لدينا النقطة K تنتمي إلى المستقيم دلتا والشعاع A K و U متعمدان أي K تنتمي إلى المستقيم دلتا والجداء السلمي للشعاع A K و U يساوي الصفر بما أن K تنتمي إلى دلتا إذن X K تساوي 1 زائد 2 T Y K تساوي 2 ناقص T Z K تساوي 2 زائد 2 بما أن الجداء السلمي للشعاع A K و U يساوي صفر فإن 2 في X K زائد 1 ناقص Y K ناقص 1 زائد 2 في Z K ناقص 3 يساوي صفر نرقم المعادلات 1 2 3 4 نعود 1 و 2 و 3 في المعادلة 4 نجد 2 في 1 زائد 2 T زائد 1 ناقص نفتح قوس 2 2 ناقص T ناقص 1 زائد 2 2 زائد 2 T ناقص 3 يساوي صفر يساوي يساوي صفر لدينا 4 T زائد T زائد 4 T 9 4 ناقص 1 ناقص 2 أي 4 ناقص 1 3 3 ناقص 2 1 يساوي صفر إذن T يساوي ناقص 1 على 9 نعود قيمة T في المعادلات 1 2 و 3 نجد X K يساوي 1 زائد 2 في ناقص 1 على 9 و يساوي 9 ناقص 2 على 9 أي 7 على 9 Y يساوي 2 ناقص 1 على 9 و يساوي 18 زائد 1 على 9 أي 19 على 9 أما Z K يساوي 2 زائد 2 في ناقص 1 على 9 و يساوي 18 ناقص 2 على 9 و يساوي 16 على 9 إذن المسافة A K تساوي الجدر التربيعي ل X K ناقص X A مربع زائد Y K ناقص Y A مربع زائد Z K ناقص Z A مربع بتعويض إحداثيات K و A في العلاقة نجد 7 على 9 ناقص ناقص 1 أي زائد 1 مربع زائد Y K أي 19 على 9 ناقص 1 مربع زائد 16 على 9 ناقص 3 مربع و يساوي 7 زائد 9 أي 16 على 9 مربع زائد 19 ناقص أي 10 على 9 مربع زائد زائد ناقص 27 على 9 مربع وبالحساب نجد Aka يساوي 53 على 3 وهذا حل منظم يوضح خطوات الحساب التي أجريناها لحساب المسافة Aka بطريقة أخرى إذن Aka يساوي جد 53 على 3 وفي الأخير نشكركم أعزائي الطلبة على حسن المتابعة وفي لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر